مما حدث لصحابي جليل عظيم القدر من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو كيف تعامل مع خطأ أخطأه وكيف تعامل مع هذه العثرة التي تعثرها رضي الله عنه وكيف كان رد فعله وكيف كان فعل النبي صلى الله عليه وفعل أصحابه رضو الله تعالى عليهم وكيف كانت هذه الأزمة والتي تبدأ في شهر رجب من السنة التاسعة من الهجرة في سنة 630 ميلادية في هذا الوقت وفي هذا الزمان كان في عدة عوائق أمام المسلمين والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يذهب لغزو الروم في تابوك أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذهب لغزو الروم في تابوك في هذا الوقت كان في عدة معوقات وعدة مشاكل تقابل الصحابة رضو الله تعالى عليهم وتقابل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخروج إلى تابوك منها أن الجو في هذا الوقت كان شديد الحرارة كان شديد الحرارة في هذا الوقت من العام الذي أراد أن يخرج فيه النبي عليه الصلاة والسلام وصحابته للقاء الروم في تابوك كما ذكرت لحضرتكم أول معوق أن الجو كان شديد الحرارة جدا جدا لدرجة أن الله عز وجل ذكر اعتراض أو كلام المنافقين في القرآن الكريم حينما قال سبحانه وتعالى لا تنفروا في الحر هذا قول من أقوال المنافقين للنبي عليه الصلاة والصحابته فقال الله عز وجل لكل نار جهنم أشد حر هذا أول معوق المعوق الآخر مسألة المسافة بين المدينة وبين تابوك المسافة بين مدينة وبين تابوك حوالي 700 كيلو متر حوالي 700 كيلو بين المدينة وبين تابوك فتابوك تقع بين الطائف والمدينة طيب الثلاثة أن الصحابة رضو الله تعالى عليهم لم يكن عندهم في هذا الوقت مال لأن معظم الصحابة كانوا يعتمدون على الزراعة معظم الصحابة كانوا يعتمدون على الزراعة وكان هذا الوقت وقت الحصاد بالنسبة لهم وانتوا عارفين أن الزارع أو الفلاح الذي يشتغل بالزراعة بصفة عامة بسألت المال بالنسبة له تبقى موسمية بسألت المال تبقى بالنسبة له موسمية يعني التجار مثلا أو الموظفين أو الكلام ده مثلا ممكن يكون له راتب كل أول شهر إذا عقد صفقة مثلا في كل شهر في كل 15 يوم فتجد معه فلوس من وقت للتاني لكن الزراع لا يكونوا معهم المال إلا في أوقات الحصد فقط إلا في أوقات الحصد وبقيت السنة مفيش وبقيت السنة ليس معهم مال فيعتمدون على هذين الموسمين أو على المواسم الزراعية التي يحصدون فيها الزرعة ثم يبيعون الزرعة ويأخذون الأموال الشهد أن الصحابة في هذا الوقت لم يكن معهم مال وكانوا فقراء حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في المسجد وقال من للمسلمين فقام عثمان رضي الله تعالى عنه وقال يا رسول الله هذه مئة ناقة بأحلاسها وأقتى بها يعني مجهزة لله ورسوله ثم ندب النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى فقال عثمان هذه مئة ناقة يا رسول الله ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام في الثالثة فقال عثمان هذه مئة ناقة يا رسول الله بأحلاسها وأقتى بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم أو ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم يعني أن ما فعله هذا كبير وكبير جدا لأجل أنه جهز جيش العسرة هذه الغزوة من شدة هذه المعوقات وهذه الأشياء التي كانت موجودة في هذا الوقت بتسمى بغزوة العسرة أو بجيش العسرة كما قال الله عز وجل ووصفها بذلك في كتابه العزيز لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة في ساعة العسرة فكان الأمر عسيرا جدا وثم معوق آخر وهو معوق خطر زيما ذكرت لحضراتكم أنه في وقت الحصاد وقت الحصاد يعني خلاص قارب الثمر على أنه يحصد ومن ثم سيأخذ صاحب الزرع ما له أو ما يخرجه من الزرع وهذا وكان السبب الرئيس في تخلف كعب ابن مالك رضي الله عنه وقت الزرع ومسافة طويلة وحر شديد وقل الظهر لدرجة أن الله عز وجل فضح المنافقين بقوله لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون طيب خرج النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أصحابه وكعب ابن مالك جهز راحلتين أو دبتين لهذه الغزوة لكن الشيطان ولذلك الإنسان لا يأمن أبدا 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 مسألتي التسويف مسألة أنه يقول طيب أنا سأتوب أنا سكذا لا المفروض الإنسان يبادر لأن الشيطان شغله الشاغل ووظيفته الأساسية إنه يجعلك تحيد عن الطريق الصواب والطريق الصحيح طريق الله سبحانه وتعالى ولذلك وصفه الله عز وجل بقول إنه عدو مضل مبين عدو مضل مبين إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعيد خرج النبي عليه الصلاة والسلام ثم تخلف كعب رضي الله تعالى عنه ولم يتخلف بالمعنى المتباظر إلى الأذهان إنه هو مثلا يعني تعمد أن لا يخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام أو تعمد أنه لن يذهب إلى هذه الغزوة لن يجاهد لا المسألة كانت مجرد وعنده راحلتين وعنده راحلتان وأراد أن يحصل الزرع ثم بعد ذلك يركب الراحلة ومعه راحلة أيضا إضافية وينطلق خلف الجيش وأنا قلت لحضراتكم المسافة طاولة جدا وكان العرب زمان كانوا بيقولوا إن البعير بيقسموها كده مسافات يقسموها مسافات فكانوا تقريبا بيمشوا في تقريبا حوالي خمسين كيلو في اليوم تقريبا يمشوا خمسين كيلو في اليوم وعدين يريحوا بقولوا عليها مدة يعني خلاص يا أخوانا فلما تشوف بقى سبعمائة كيلو هيمشوا خمسين كيلو في اليوم أي وصلوا إمتى تابوك فالمسألة يعني إضرب بقى الخمسة في سبعة يخبرهم حوالي طلتاشر يوم أو ما إلى ذلك يعني المهم فسيدنا كعبي رضي الله تعالى عنه أراد أن يحصل زرعه ثم ينطلق خلف الصحابة رضي الله تعالى عليهم وخلف النبيهم عليه الصلاة والسلام ولكن الإشكالية أنه كلما طالت المدة كلما طالت المدة كلما فترت الهمة خلاص يعني بقى أصبح إيه وحدة بوحدة خلاص أقعده الكسل وتغلب عليه الوقت وتخلف كعب فعلم أنه لن يلحق بالمسلم وصل النبي عليه الصلاة والسلام إلى تابوك ثم سأل عن كعب وكعادة البشر كعادة البشر وهذا شيء من الأشياء التي ينبغي أن يعني ينبه عليها وأن يحذر منها إياك أن تتناول أخاك إياك أن تتناول غيرك بما لا تعلم عنه يا أخي المفروض أننا يعني المفروض أننا مسلمين ومفروض أننا نحاسب على الكلام وعلى القيل والقال وعلى الاتهامات وعلى التجسس وعلى الخوض في الأعراض والكلام هذا فإحضروا مثل هذه الأشياء والمفروض على المسلم أن يرد عن عرض أخيه ما استطاع يرد عن عرض أخيه ما استطاع تسمع كلمة فيها نبذ أو فيها لمز أو فيها همز أو فيها انتقاص أو فيها كذا رد عن عرض أخيك رد عن عرض أخيك لا سيما إن كان معروفا بالصلاح والتقوى والورع ككعب رضي الله تعالى عنه فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن كعب أين كعب فقام رجل متبرع فقال يا رسول الله شغله برداه والنظر في عطفيه معروف أن سيدنا كعب رضي الله عنه كان أميرا كان أميرا وكان يلبس سيابا طيبا يعني وفخما وكذا فقال يا رسول الله كعب ليس بتاع لغز ولا كذا شغله برداه السياب والهندام والكلام ده والنظر في عطفيه يعني على كتفيه وكذا ويعني هو عايز يقول النبي عليه الصلاة والسلام دعك منه يا رسول الله لكن قام معاذ رضي الله تعالى عنه ونحن نحتاج في أزماننا هذه إلى من هو مثل معاذ رضي الله تعالى عنه نحتاج إلى مثل معاذ رضي الله عنه لينبغي للمسلم أن يدفع وينبغي للمسلم أن يتعلم فقام معاذ رضي الله عنه وقال اتق الله فلنعلم على كعب إلا خيرا ده الموقف الأول الموقف الأول اتق الله فلنعلم على كعب إلا خيرا لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام وفتح الله لهم وتغلبوا على الروم بدون القتال ورجع النبي عليه الصلاة والسلام جاء الدور على بيت القصيد وخلاصة هذا الدرس أو خلاصة هذه الحلقة وهي حظ النفس حظ النفس والتجرد لله سبحانه وتعالى والندم الحقيقي واللوم الحقيقي على الخطأ والاعتراف بالخطأ هذا هو يعني بيت القصيد كما يقولون هذا هو الذي أردته من هذه المقدمة مسألة الاعتراف بالخطأ